تتمتع محافظة صعدة بثروة حيوانية متنوعة ومتعددة ونادرة شكلا ومضمونة ويعد الاهتمام بالثروة الحيوانية من الانشطة الرئيسية لسكان المحافظة كونها احد مصادر الاقتصاد الوطني والدخل القوم للفرد حيث كانت احصائية المركز الوطني للمعلومات لتوزيع متوسط الثروة الحيوانية في المحافظة لعام 2012 يقدر بمليون ومائة وسبعة وتسعون الف رأس من الإبل والبقر والمعز والضان نظر من الحكومة تهتم بهذا الجانب الحيوي الهام ويجب ان نشتغل لما فيه خدمة الوطن الاهتمام بالثروة الحيوانية في المحافظة يكتصر على الفرد والأسرة فما تتصدره القوانين بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية يبقى حبيث الادراج لا صلة له بحياة المواطن فانتشار امراض الجدري والطاعون والأمراض البكتيرية في أغلب مناطق ومديرية المحافظة معاناة يتحمل عواقبها المواطن دون اي اهتمام يذكر من وزارة الزراعة اهم المشاكل التي تعانيها الصحة الحيوانية انتشار الأمراض بشكل كبير نتيجة للتهريب نتيجة لعدم التدخل السريع للحد من هذه الأمراض من قبل الجهات الرسمية هذا غام بيقوم فيها امد الحصبة ويقوم فيها هذا الورمه هذا اللي بيقوم فيها الاحيانة ويقوم فيها هذا الدمام له والضعف مبنى المختبر البيطري والترصط الوبائي في المحافظة ما زال ينتظر تأهيله وما زال أتاته مكدس في أحد المخازن إلى أجل غير مسمى المختبر القدمين أن الحمد لله الأسف موجود والمبنى موجود إنما يحتاج إلى بعض الترميمات إلا أن عواملا تهدد بالانقراض التدريجي لهذه الثروة والتي من أبرزها الجفاف الذي يضرب مناطق واسعة وشحة الأمطار في معظم المراعي وغلاء الأعلاف والحشائش وكذلك ذبح الإناث من الأغنام والأبقار والماعز على مستوى المنطقة حيث عدمت الرقابة الحكومية تماما وكذلك غلاء المعيشة وانعدام المراعي الثروة الحيوانية في محافظة صعدة طريق إلى الانقراض يصنعها عدم اهتمام الجهات المختصة بالحملات التوعوية والعلاجية ومعاناة المواطن وقسوة الضروف المحاطة به محمد السياغي قناة اليمن اليوم محافظة صعدة ترجمة نانسي قنقر